السلام عليكم سيكم مش ماندسيين يا رب دايما تكونوا بخير معاكم ماندس اسلام فوزي والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي بتاعت الاتصالات ما بين الجهازة بتاعتنا ما بين الحساسات ما بين الكنترولر ما بين اي جهاز موجود في المصنع وبين الكنترولررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اول واحد اللي اسمه كنترول نت وفيه بعد كده اللي هو المود باس وعندي بعد كده البروفي باس والاسر كات وعندي الهارت طبعا فيه برضه انواع تانية من البرتوكولات ديت ممكن نستخدمها بس دي اشهر حاجة والمجموعة دي كلها تتسمى فيلد باس فيلد باس طيب ممكن اوصل الاجهزة اللي عندي ازاي في المصنع بوصلها في زي اول واحد على الشمال كده اللي هو نزام حلقة كل واحد بيسلم التاني تتقفل التائرة زي ما واضح كده او طريق اللي هو فرعي كده فروع كده هو خط وجاي ومتفرع في روع كل جهاز متوصل على الفرع ده او اللي هو نزام النجمة اللي هو زي ما احنا شايفين كده كله متوصل متجمع في مركز واحد او متوصل بهب واحد او نزام السلسلة اللي هو كل واحد بيسلم التاني ففي اكتر من نوع اللي هي اسمها التوبولجز او طريقة التوصيل بالاجهزة حسب من انت ايه عايز توصل زمان طبعا كانوا يستخدموا حاجة اللي اسمها الار اس ماتين اتنين وتلاتين ودوت اللي هو اه بيبقى عبارة عن كابل واحد بيوصل بين جهازين وده اتصال اسمه كابل سيريال كابل سيريال متين اتنين وتلاتين كابل سيريال متين اتنين وتلاتين بيوصل بين جهازين بيبعد الداتا ما بين جهازين ودي وسيلة الاتصال كانت موجودة قبل كده طبعا وسيلة الاتصال اللي هي الموجودة قدامنا دي ديات اللي هي الاسر نت اللي هي وده هنا السويتش بيجمع عليه اكتر من حاجة يعني عندي الكنترولر فوقهم متوصل عليه تمام عندي اه هنا ده ديفايس جهاز تمام كل الاجهزة عندي هنا الشاشة عندي هنا الراوتر كل الاجهزة متوصلوا متجمعها هنا عليه وبيكل الاجهزة بعد كده بتوصل بالاي بالكنترولر بتاعي او البيالي سي عن طريق السويتش ده طبعا عندي هنا مسلا لو جينا واخدنا مثال ده بيالي سي اسمه من من نوع قليم برادلي بيبقى هنا لو عايز اوصل عندي اجهزة تمام اللي هي من نوع بتتوصل بروفي بوس وفي عندي اجهزة اه بتوصل اه كنترول نت كنترول نت من نوع يبقى التوصيل بتاعها بتتوصل مع البرتقول اللي هو كنترول نت فعندي هنا لما بجي اوصلها عندي هنا في البيالي سي فوق في اتنين كل note الموديول اللي هو ده ده اللي هو behورف بوس و عندي هنا الموديول التاني اللي هو لو ج應該هه ده او كومنيكيشن موديول موديول الاتصال من نوع ايه كنترول نت والاجهزة اللي بتتوصل اللي هي عليمين بالبروفي باس بي بالبرتوكول لازم يبقى عليها موديول في البيه لسي ايه بروفي باس تمام زي ما هو واضح قدامنا بالشكل كده طبعا هنا بتتوصل الاجهزة كلها متى سواء بروفي باس اللي هو بالبنفسجي او باللسود اللي هو كنترول نت على الجهاز دوت اللي هو بيبقى فيه او بتتخزن عليه ايه الدياتا بتاعتي بتاعت الاجهزة اللي جاية طبعا بيبقى فيه كمان هنا ايه الجهاز اللي هو توزيع بتاعي اسمه دي في المرحلة اللي قبل ما بيدخل على طيب لو جينا اخدنا هنا اه عندي بسلا تلاتة تلاتة اللي هو الالين برادلي والسيمين والايه والشنايدر اه اه بيالي سي بتاعي اه فوضح عندي هنا مسلا اللي المسلا اللي يعني ايه على الشمال اللي بتتوصل بل كنترول نت بروتوكول لازم ليها اللي هو الموديول اللي هو كنترول نت اللي هو بالايه بتعلم عليه باللا زرق ده طيب الاجهزة اللي متوصلة بروفي باس الجهاز المتوصل على بروفي بس متوصلة هنا على بروفي هاب واخد منه على البروفي موديول في كل جهاز يعني الشنايدر هادي ده الجهاز اللي هو المتوصل في الكابل البنفسيجي ده ده البروفي ايه بروفي موديول وهكذا في السيمين برضو ده هو البروفي موديول والأليم بردلي اللي هو الاخير ده اللي هو البروفي موديول كلهم متجمعين هنا على زي سويتش او اسمه بروفي هاب وطلعين على الايه البروفي بس اه ديفايسس ودي هنا واضح عندي هوت الايه اللي متعلم بالازرق على البروفي ايه البروفي بس مودي كومنيكيشن موديول في الأليم بردلي بيه اللي سيب اللازرق اه طيب هل ينفع وصل لو انا مثلا عندي من جهازي أليم بردلي وعندي سيمين وفي عندي اجهزة كنترول نت تستخدمت في الوسط للاتصال بتاعها الكنترول نت هل ينفع وصلها على الموديول بتاع السيمين بتاع البروفي لا هيحصل مشكلة لازم يكون الكمموديكيشن موديول ليه نفسه وصلت للايه بيتكلم بنفس اللغة يعني اعتبرها ان هي نفس اللغة نفس اللغة يعني واحد صيني بيتكلمها واحد انجليزي فلازم من الصيني يكلم الانجليزي بالانجليزي عشان يفهمه فلازم بيبقى فيه لغة موحدة ما بينهم فاللغة الموحدة دي اللي هي الايه الكممونيكيشن بردول اللي هي الايه الاتصال وسيلة الاتصال بتاعي بتاعتنا فهنا ما ينفعش اوصل اجهزة من نوع كنترول نت على ايه موديول تعسيمي بتاع البروفي بص شكرا لكم وشكرا طبعا لمتابعاتكم واتمنى ان انتوا تستفادوا وتعملوا طبعا سبسكرايب اه وتخير في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عندكوا اي كومنتات طبعا ايه سبوها لنا تحت وكمان لو عندكوا اي اقتراحات لمواضيع تبين نتكلم عليها يا ريت تبعتولنا وترن شكرا اشتركوا في القناة